موسيقى 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 واذا أنا أمت الرب ليكون ليك قولك دي كانت الكلمات اللي ردت بيها العزراء مريم على الملاك لما جالها بالبشارة وفي رد العزراء مريم هنشوف ثلاث حاجات هنشوف إزاي كان فيه تسليم كامل وفيه تضاع وفيه انتظار إزاي كان عندها تسليم لإرادة ربنا في الوقت اللي جالها في البشارة وإزاي كان عندها تضاع أنها تكون بتقول أنا خدامة لربنا ومع ذلك كمان بتقول ليأكل ليك قولك يعني منتظرة تتميم وعد ربنا في حياتي وأنا بعتقد لما جي الملاك وقال البشارة لعزراء مريم كان جواهما شعر متضربة إزاي إن ممكن يحصل كده ده كان ألم بالنسبة لها بالنسبة لناس اللي حواليها وجرانها لما يسمعوا وزنها حامل بالرغم إنها لسه مقطوبة ما كانتش تم أيام زواجها وفي نفس الوقت إزاي إن الله اختارها وفكر فيها عندها مشاعر فرحة لكن كل المشاعر المتضربة اتحدتنا بعضيها عشان تخرج حاجة مهمة جدا إنها تقول هو إذا أنا أمت الرب أنا عندي طاعة كاملة لإرادة ربنا في حياتي مهما كانت طاعة دي هتكلفني قدام في المستقبل بس كفاني مصدقة وعندي إيمان كامل عندما شئية ربنا لحياتي الطاعة درس صعب في المدرسة إحنا بنعيشها في حياتنا مش سهلة علينا إن إحنا نسمع كلام ربنا بسهولة وإن إحنا نطبقه بفتكر موقف إبراهيم لما الرب كده قال له اذهب من أرضك ومن عشرتك إلى الأرض التي يقوريك ما كانش عارف هيروح فين ولا عارفش كان شكل أرضي هيكون إزاي لكن هو صدق وكان عنده إيمان أن ربنا عايز يحركه في الوقت ده الكتاب يقول كده فأطاعة إبراهيم فحسب له برا الطاعة عشان خاطر إتمام مشيئة ربنا حتى لو كان للطاعة تكلفة كبيرة بس الهدف بتاعي إن أنا أخضع لصوت الله في حياتي أنا عايز أقول إن فوقات كتيرة ربنا بيتكلمنا بطرق متعددة بقول لنا رسائل كتيرة وأوامر كتيرة عشان نطبقها ونعيشها في حياتنا لكن للأسف إحنا بجي بننفذ كتاب يقول كده كونوا سامعين عاملين يعني إن زي إن إحنا نسمع كلمة ربنا وأوامر ربنا ونطبقها في حياتنا بكل خضوة وكل اتضاع كان سهل أقول إن ربنا يعمل كل حاجة ما حسب سلطانه لكن ربنا احترم الإرادة البشرية وراح للعزراء مريم عن طريق الملاك عشان يوصلها للرسالة كانت ممكن ترفض ما كانش يحصل حاجة لكن هي قبلت وأطاعت ولما أطاعت اتبركت بركة كبيرة وأنا عايز أشجع كل حد ربنا بيتكلمه من خلال الكلمة المقدسة أو من خلال العظاوات بيسمحها أو أي حاجة ممكن خلال البرنامج اللي احنا بيتكلم فيه من ربنا يكون بيوجه لك رسالة إنك تسمع وإنك تغضع لصوت ربنا تصدق إن فيه بركة جاهزة ليك في الوقت اللي هتطيع فيه لصوت ربنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة